خلينا نروح لفاروق صلاح ولقاء مع أحد المصابين إن شاء الله اللي بإذن الله نسمع عنه أنه يرجع أخبار كويسة يرجع كمان أسبوعين عمر عزب تفضل لفاروق من جديد أجد التحايا بالكابتن هيسم السعيد وضيوف الكرام وكل مشاهدينا مشاهدة متابعة شاشة قناة النادل ألي في كل مكان عايز أقف عند نقطة مهمة جدا كابتن هيسم وهي الروح اللي ما بين لعدة النادل ألي كابتن أحمد إسماعيل مع الكابتن طارق الغنام مع كل اللعبين مع مرون سرحان الروح zwei مهمة جدا كابتن هيسم لكن خليني بقى أرحب عمر عزب نقولوي وحشنا في الملاعبة كابتن عمر عايزين نتطمن عليه كابتن هيسم يعني نتطمننا برضو على عودة مرون سرحان عايزين برضو نتطمن على عمر عزب تحياتي الكابتن هيسم السعيد الكابتن سلعاوي كابتن طاير رجب كابتن عمر وحشتين طبعا تحياتي لكل اللي في الستوديو في ملعا إن شاء الله. كنت بتكلم على الروح اللي بنشوفه ما بين اللعاب النادي الأهلي. الروح اللي بنشوفه ما بين المصابين النهاردة موجودين. انت موجود النهاردة. أحمد مهيب برا المباراة موجود. دي روح مهم جدا. ويعني اعتقد دي دي سمات لقبت النادي الأهلي. لا دي طبعا دي اللي تفرق عن فرق. فرق دي يعني اللي بتجيب البطولة في الآخر. كان بيتكلموا السلفات. ما فيش توفيق. ما فيش الكلام ده. التوفيق بيجي من الروح. بيجي من إحنا نبقيد واحدة. بيجي من إحنا قلبنا على قلب بعض. بيجي من إحنا منشجع بعض. ده اللي في الآخر ثانية ممكن تلاقي واحد يعني معي في الفرقة جابشة في الآخر ثاني. ده عشان احنا فرقة واحدة. كلنا عايزين نكسب كلنا. فدي طبعا الروح اللي بتفرق. دي روح الفنان الحامرة. فطبعا دي يعني دي روح البطولات. فمهمة جدا طبعا. كنت بتكلمني على السلسية بتاعت احمد موهيب. وانتليل الثلسية بتاعت احمد موهيب يعني واحدة من الألعاب المهمة جدا. يعني خلاص احمد موهيب بالسلسية دي. طبعا لا احمد موهيب طبعا مكتهد. وشويت شارب شوتر طبعا محتاجينه جدا في الفرقة. السلسية كانت صعبة جدا. كان عليها يعني براشر وفماتش مهم جدا. ويعني طبعا الحمد لله يعني طبعا الحمد لله. أخيرا كابتون عمر شايف زي الموسم بعد أربع بطولات. منطقة القيارة. بطولة عربية. وايضا كأس مصر. بطولة منطقة القيارة زي ما قلنا. وفي بطولة الخمسة المنتظرينها. شايف العمر ده ازاي. وانتوا قفين عند شغف جمهور النادر الاهلي. وطموحات جمهور النادر الاهلي ازاي. طبعا احنا يعني المسوق جدا من. ده الفرقة. ده الفرقة رجولي جدا لغد دلوقتي. عملنا اللي علينا واكتر. ان احنا الحمد لله بطولات. بس لسه. يعني احنا قفلنا كل الصفحة اللي فاتت. احنا كنا ما كسبناش اي حاجة. احنا مركزين اكتر في الدوري. وعد الدوري هنركز في اللي بعده. احنا ان شاء الله بناخد بطولة في بطولة. هي دي يعني اللي كابتون جوستي بوصله لنا. ان احنا لازم نقفل الصفحة القديمة. ونفتح صفحة جديدة كل ما نكسب بطولة. شكرا كابتون عمر والتوفي ان شاء الله في المرض. وطور رجع لنا بألف سلام ان شاء الله. كابتون هيسم كان مهم طبعا نتطمن على عمر عزب. نتطمن على كل اللاعبين. لكن نقطة مهمة جدا يا كابتون هيسم. احنا خلاص مكسبناش اي حاجة. احنا خلاص نسينا الاربع بطولات. احنا عندنا الهدف القادم وهو بطولة الدوري ان شاء الله. طبعا بطولة مهمة جدا للعابة النادي الاهلي. فوز مهمة النهاردة. خطوة مهمة جدا من جديد تعود الكلمة لكابتون هيسم السعيد وضيوفه الكرام. زميل العزيز فارق صلاح صدقت الكلمة. فعلا احنا احنا افلنا اللي فات بنفكر في اللي جاي طمعانين مكسب بالذات مع كرة السلة. الحقيقة انتم عارفين كرة السلة السنة دي عاملة حالة. يمكن السنتين اللي فاتوا زي ما قال ضيفي النهاردة كابت محمد السلعاوي. قال سنتين يمكن كرة السلة كان بتبقى الافضل ولكن بتخسر. لسه محتاجين. محتاجين بطولات. زي ما بيقولوا عايزين نكسب. عايزين نعمل تاريخ اكتر مع كرة السلة وهذا اللي يستحقه النادي الاهلي.